تدفع الزكاة لثماني أصناف فقط لا غيرهم نعم أقول الفقير من هو الفقير؟ الفقراء والمساكين تمام من هو الفقير ومن هو المسكين؟ هنا الفقير غير المسكين الفقير ما يجد شيء أو يجد دون كفاية هذا لازم نشرح انتبه معي الآن هذا كم يكفيه في السنة كامل نحن نحسب دائما بالسنة لأن الزكاة تأتي كل سنة فنحسب هذا فقير كلنا فقراءنا الله هذا فقير لا هذا هناك غير الشهر نعم هذا فقير الآن كم يكفيه في الشهر هنا بالنسبة للإسترليني تقريبا هناك عندنا قل ألف ريال سعودي هنا كم تسوي الألف ريال سعودي باوند؟ لا تسترليني متين متين تكفيه؟ لا خمسمائة؟ لا ألف؟ إن كنت في نيلسون يمكن ألف؟ تمام تمام إذن هذا قال أنا تكفيني في السنة اثنى عشر ألف باوند تمام طبعا هو ما نشتري له بورش ومرسدس مثل الشيخ إبراهيم لا نمشي مع الفقراء الآن هذا عام 12.000 ريال سعودي لا تستطيع أقل شيء هذا أقل تكلفة نحسب له انتبه نحن لا نمزح الآن نحن نتكلم حتى تفهم هذه المسألة للشيخ إبراهيم حتى تفهم نعم نعم فيأتي الشيخ إبراهيم هو الغني ما شاء الله ساجر يقول لهذا كم يكفيك يا أخي؟ قال اثنى عشر ألف دولار ستريني نعم ما في دولار ستريني ما أعرف والله لا أدري ما عليش أنا لا أدري أنا تعرف أنا مثلي مثلك أنت لا تعرف السيارات أنا لا أعرف هذه النقود هذا يعرف نعم تمام قال كم معك؟ قال ما معي شيء قال إبراهيم نعم أنت فقير قال معي خمسة آلاف أنت فقير قال لماذا؟ لأنه أقل من النصف قال معي سبعة آلاف قال أنت مسكين قال معي إثنى عشر ألف قال أنت غني مفهوم؟ إذا يجد هذا غني أقل من النصف أو لا شيء فقير نصف دون الكفاية مسكين تمام الحمد لله تمام إنما الصدقات للفقراء والمساكين للفقراء يعني تملك وتعطيه إبراهيم يقول خذ امسك هذا تنفق على نفسك وعلى أولادك مثلا مدة سنة كاملة نعم نعم عاملين عليها من هم؟ أخرج زكاة قلنا ثلاثة مليون وأعطاها لهذا قال أنت تعرف فقراء توزع عليهم هذا وضع في جيبي اثنين مليون وقسم على الفقراء مليون يخي لماذا؟ قال عاملين عليها أنا ما تقرأ القرآن؟ نعم لا العاملين عليها هم الذين يوليهم السلطان كما عين النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذن اليمن واللي يعطيهم السلطان ما يأخذ على ما يحب أما هذا التاجر يوكل فلان يوزع المال لا يأخذ شيء إلا إذا يعطيه هو من جيبي ليس من الزكاة نعم نعم المؤلفة قلوبهم يعني حديث مسلم جديد نعم وهذه أكبر مشكلة في أوروبا هذا له ست سنين في الإسلام قال أنا مسلم جديد يا أخي تعلم قال مسلم جديد أسنع كذا مسلم جديد تزوج قال لا مسلم قديم صحيح كل شيء مسلم جديد سعد رضي الله عنه ست سنوات في الإسلام اهتز لموته عرش الرحمن ما قال مسلم جديد إلى متى مسلم جديد وعذر مسلم جديد يعني يعتذر كل شيء تقول لا قال أنا أنا مسلم جديد يا أخي تعال أدرس معنا تعلم التوحيد تعلم الدينك قال مسلم جديد المهم نعطي المسلم الجديد يعني له أسبوع شيء من هذا تأليفا له على الإسلام نعم نعم قال وفي الرقاب ما قال والرقاب لماذا لأننا لا نعطي العبد المملوك لو أعطيناه المال يأخذ السيد لا نحن نقول السيد اعتق هذا ونحن نعطيك المال نعم نعم الغارمين نعم أيش الغارمين يعني إنسان عليه دين قال جزاكم الله خير شيخ إبراهيم ما شاء الله غارمين طير شيخ إبراهيم قال أنا أشتريت مرسدس وإلى الآن وقصت أنا غارم ادفع لي من الزكاء حتى أسدد قيمة مرسدس نعم لا غارم هذا ممكن 12 ألف عنده شيء من هذا يعني اشترى طعام أو غرفة واحدة أما هذا يأخذ لنا فلا بالتقصيد يقول سددوا يا مسلمين غارم أنا غارم أي غارم نعم والله سدق بعض الناس يصنع هذا يقول حتى يسددوا عني يا أولا المسلمين ما شاء الله عندهم أموال جزاهم الله خيرا نعم إذن لابد ننظر سبب الغرم سبب الدين الثاني ما نعطيه هذا نعطي الذي يطلب منه المال لأن لو أعطيناه ممكن يأخذه في الطعام أو في كذا فنقول كم تطلب من هذا قال أطلب منه ألف نسدد مباشرة تسدد مباشرة لا تعطي الفقير نعم لا تعطي المدين نعم نعم وفي سبيل الله تمام يقول وفي سبيل الله ما معنى في سبيل الله كل أبواب الخير كل أبواب الخير صح لا ليس صحيح إذن كانت المفروضة الآية تكون إنما الصدقات في سبيل الله كل أبواب فقراء ومساكت نعم لا في سبيل الله الجهاد في سبيل الله لكن لابد يكون تحت سلطان مسلم بأمور واضحة نعم ليس أي أحد تعطيه هذا يصعد في أي دولة من الدول وقال اعطيني المال أعوذ بالله نعم نعم ابن السبيل يعني المفروض تقول فلان ابن فلان قال لا هذا ابن السبيل لأنه مسافر من قطع نعم يعني خرج من بريطانيا إلى المدينة إلى الحجة والعمرة وعندما وصل هناك انقطعت الأموال لديه ما يستطيع يعني يرجع إلى بلدي ليس عنده مال فهذا نعطيه من المال حتى يرجع إلى بلدي نعم نعم يعني مثلا أغلب الناس اليوم كل شيء على البطائق وعلى الجوال مثلا سرق الجوال وسرقت البطائق وليس عنده شيء اذهب إلى البنك قال أي بنك بنك في بريطانيا ما عندي أي وسيلة اتصال لا جوال سفر ولا شيء نعم